هذا وقد شهدت سيدة رينا بوكوبا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بالإرث الإنساني البحريني الذي يدل على جهود كبيرة في بناء جسور التواصل الحضري ما بين المملكة والعالم ضمن زيارتها التي استمرت ليومين إلى مملكة البحرين زارت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو السيدة إيرينا بوكوبا متحف البحرين الوطني حيث كانت في استقبالها معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من كوادر الهيئة في المتحف الوطني اطلعت بوكوبا على معرض طريق اللؤلؤ الذي يجسد مشروع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ العام 2012 وأشادت السيدة بوكوبا بالمعرض وبجهود هيئة الثقافة في تسجيل وحفظ مواقعها التراثية ومن بينها طريق اللؤلؤ متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم في هذا المجال كما زارت مسرح البحرين الوطني الذي يعد أحد أهم صروح البنية التحتية الثقافية في المملكة وزارت بوكوبا المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي حيث كانت لها جولة في المركز وزيارة إلى متحف موقع قلعة البحرين أيضا إلى ذلك حضرت السيدة بوكوبا حفلة تدشين كتاب قصة الفن الذي صدر باللغة العربية عن مشروع نقل المعارف خلال شهر مايو الجاري حيث يعد هذا الكتاب واحدا من أهم مراجع تاريخ الفن الموثوقة في العالم وأعربت بوكوبا عن إعجابها بالأرث الإنساني البحريني قائلة إن ما شاهدته في متحف البحرين الوطني ومتحف موقع قلعة البحرين يدل على جهود كبيرة في بناء جسور التواصل الحضاري ما بين المملكة والعالم وأضافت أنها وخلال لقائها بعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لمست حرص جلالته ورعايته للثقافة والتراث إلى ذلك قامت السيدة إيرينا بوكوبا بزيارة إلى المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتخذ من البحرين مقرا له حيث زارت معرض الفني من أجل السلام المقام حاليا تحت عنوان المرأة والفن من أجل السلام وأعربت السيدة بوكوبا عن إعجابها بالمعرض الذي ضم عددا من الرسامات من الدول الخليجية والعربية والأوروبية بالإضافة إلى عدد من اللوحات من مختلف دول العالم مؤكدة في الوقت ذاته أهمية المبادرات التي يطرحها المعهد